حكومة ريشي سوناك في أول أيام عملها تشتمل في تشكيلها على تيارات حزب المحافظين المختلفة بمن فيها بعض وزراء تراس ومناصرون لبوريس جونسون إضافة للفريق المساند لسوناك لكن المعارضين وجهوا سهامهم بالتحديد لإعادة إسناد حقيبة الداخلية لسويلا بريفرمان التي دفعت قبل أيام فقط للاستقالة من المنصب ذاته عقب خرقها قواعد أمن المعلومات لوزارة الداخلية لقد أعاد رئيس الوزراء وزيرة الداخلية التي تم فصلها من قبل زعيمتها السابقة بسبب خرقها إجراءات الأمن لما أرسلت ملفات أمنية حساسة من بريدها الشخصي سؤالي ألم يبدي المسؤولون قلقهم من قرار إسناد منصب الداخلية لها مجددا؟ سوناك برر إعادة بريفرمان لمنصبها بكونها اعتذرت مسبقا عن ذلك الخطأ وزيرة الداخلية أخطأت التقدير وقد اعترفت بذلك لذلك يسعدني الترحيب بها مجددا ضمن حكومة متراصة الصفوف تعلي شأن الخبرة والاستقرار في عملها وأود أن أقول أن وزيرة الداخلية ستنكب في عملها على محاربة الجريمة وحماية حدودنا حين خاطب سوناك البريطانيين عقب تعيينه في منصب رئيس الوزراء قال إن الاقتصاد هو محور أولويته لكن يبدو أن القرارات الكبرى المتخذة بهذا الشأن ستتأخر قليلا أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة الأسواق البريطانية لذلك فإن عرض الميزانية مهم جدا وأريد أن أؤكد أنها ستسهم في خفض الدين العام على المدى المتوسط ونحن نحتاج إلى وقت لترتيبها لذلك قررت مع رئيس الوزراء تأجيل الإعلان عن مشروع الميزانية حتى السابع عشر من نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن يصدر بنك إنجلترا إعلانا عن أسعار الفائدة في الثالث من نوفمبر وهي بعد أيام من الموعد الأصلي لإعلان الميزانية السابق يكاد المراقبون يجمعون على أن حكومة تراس تسببت في فوضى اقتصادية ستجعل مهمة سوناك خلال المرحلة المقبلة أكثر تعقيدا لكن بإعلان تشكيل الحكومة انخفضت قيمة الفجوة في الميزانية من 40 إلى 35 مليار جنيه استرليني بانتظار ظهور رد فعل أسواق المال على إعلان الميزانية المرتقبة جياب ومصفية سكانيوز عربية لندن